مرحبا الدرس الأول لكتاب التمرين صف السادس العداد الصحيح والقيمة المطلقة أكتب العدد الذي يشير إليه السهم في كل مما يأتي سهون السالبات وهون الموجبات فنيج شتة هون مكتب 66789 9 10 هي سالب فسالب 10 هي تهم هون برضا هون سالب 3 هون رحبون على هاي أول شي داما نحن سادس منحدد السفر نعم منحدد السفر منعرف شو هي الأرقام الموجودة هون سالب 6 هون سالب 12 هون سالب 7 سالب 3 وان 2 ومثل الإعداد سالب 1 7 3 سالب 7 على خط الإعداد هاي السالب 7 هاي السالب 1 هاي الثلاث وهون السبعة طيب نوصل بخط بين درجة الحرارة في كل مدينة وموقع على خط الإعداد يعني إذا اللي بحكينا إنه وين السالب 3 ننحددها هون على خط الإعداد يا ثالث يا سادس يلا قاهرة 18 ما في سالب فهون نكون 18 يعني تحت العشرين منفطتين نعم لندن سبعة لندن سبعة ومش سالب أنا حليت غلط مش سالب سبعة ها بدها تكون وين بدنا نعد هون سبعة هاي سفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة هون سبعة إذا هون لندن يلا وصليها هون سالب تسعة هون في سالب عشرة وهنا في سالب تسعة يعني طيب الاربعة موجب فهي واحد هون اتنين هون ثلاث هون اربعة فهون اربعة تسعة عش موجب هون في عشرين موجب فهون رح يكون تسعة عش والسالب اربعة واحد اتنين وثلاث واربعة هون هون رح تكون السوالب معروف زي ميزان الحرارة تحت الصفر معروف كل ياتها السوالب هون كل ياتها الاشياء الاعداد الموجب وممتاز ما نكمل مع بعض بكتاب التمارين صفحة تسعة عن الاعداد الصحيحة والقيمة المطلقة تكمالت الاسئلة طالب منا معكوس الاعداد التالي المعكوس يعني اذا كان سالب بيكون موجب اذا كان موجب بظل موجب ممتاز يلا فسعب لا الموجب بصير سالب اه طبعا يعني هاي السبعة عش تتصير سالب سبعة عش انتبهوا والسالب تتصير موجب يلا السالب ستة وثلاثين ستة وثلاثين سالب السفر ما فيه سالب ولا موجب فسفر السبعة عش سالب سبعة عش والسالب اثنين اثنين اجد قيمة مقدار مما يأتي هلا هون عن القيمة المطلقة اخذنا بالشرح انه لما يكون العدد جوه القيمة المطلقة سالب شو بدي يصير موجب والموجب يضل سالب هاذا درس القيمة المطلقة يلا يعني واحد زائد ستة عش تبعة عش خمسة وعشرين ناقص سفر خمسة وعشرين تمانتعش ناقص سبعة داش اذا اشارت صح باجابة العبارة الصحيحة واشارت خطيئة باجابة العبارة غير الصحيحة فيما يأتي مبررا اجابة القيمة المطلقة لأي عدد صحيح تكون موجب دائما لا لان القيمة المطلقة للصفر ليست موجبة ولا سالبة صح يعني مش دائما تكون موجبة لانه في عندك عدد اسمه صفر فاذا السفر مش معروف لا ايه موجب ولا ايه سالب القيمة المطلقة للعدد تساوي القيمة المطلقة للمعكوس صح لانها يبعدان عن الصفر المسافة نفسها صح ليش صح القيمة المطلقة للعدد نفس القيمة المطلقة للمعكوس صح ولا غلط يعني اذا كانت القيمة المطلقة للواحد واحد صح نفسها القيمة المطلقة للمعكوس ومعكوس الواحد هيك سالب واحد اكيد لما تكون قيمة المطلقة رح تصير واحد اذا الحال صحيح. اوكي. منيجي لاني بعدها خمسة عشر. ما شوش اي عدد موجب هو سالب ذلك العدد. اه. صح. صح. معروف. يمثل عدد الصحيح بنقطة واحدة فقط على خط الاعداد صح? نعم نقطة واحدة اكيد معروف كل عدد الا نقطة. رياضة. تسلق فادي حافة جبل حتى ارتفاع سبع متر ثم هفط رأسيا اربع متر. خم مترا تحرك فادي صعودا وهبوطا. طيب طلع لين? سبعة متر. رد نزل قدي? اربعة متر. طيب شو بدنا نعمل? اذ تحرك فادي 11 متر صعودا او هبوطا. يعني هون بحكينا كم تحرك? يعني بدنا نجمع. السبعة زائد قديش? لانو قالنا لا انتظر مش اربعة. سالب اربعة لانو هبط. هون لما نحكي ارتفع سبعة. بتكون دائما منجب. لما نحكي اي شيء هبط او انو نزلت درجة الحرارة. او انو اشي تحت سطح البحر او تحت سطح الارض. اي اشي زي هيك. نسمي يعني انو تحت السطح. فبالتالي بدي يكون سالب. فاذا نجمع سبعة زائد ناقص. زائد سالب اربعة. اها شو تصير? طبعا لازم قيمة مطلقة. اها. الاربعة بتصير اربعة. فاربعة زائد اربعة هدعش. سبعة. سبعة زائد اربعة. سبعة زائد اربعة هدعش. طب. ما معكوس العدد الصحيح الذي تمثله نقطة دي على خط الاعداد. شو معكوس العدد سالده تمثله نقطة الاف. الدي والاف. يلا. الدي هون في عشرة تسعة هاي ثمانية. الدي هون ثمانية. فهون عشرة تسعة ثمانية سبعة. الاف سبعة. طب انك هيك عطتيني قيمتها. انتبهو يا سادس. انتبهو يا سادس طلب منها شو السؤال? ما معكوسه. الدي رح تصير شو سالب? تمانية. تمام? والاف سبعة. سبعة. طيب. اجد عدد يحقق المعادلة التالية. بدنا عدد من عنا يعطينا اي معادلة اللي المعادلة هاي. طبعا هون بيقول لنا يا بتحطوا سفر يا بتحطوا اي عدد سالب عشان يعطينا جواب سفر. ام. يعني. اه مثل واحد زائد زائد سالب اربعة. اه. يمكن ان يكون سفر او اي عدد سالب اه. هنا اصدم الاكس ممكن انها تكون سفر او ممكن تكون اي عدد سالب. يعني. خلينا نجرب. سفر زائد القيمة المطلقة للسفر تساوي. سفر. هاي حالة السفر. ازن الحالة الاولى ان يكون العدد الاكس اللي هون يعني سفر. الحالة الثانية انه يكون هذا العدد ان يكون سالب. خلينا نجرب. سالب واحد زائد اعطوني معكوسه للسالب واحد. اوكي. سوالب طبعا. حكينا عدد سالب لازم يكون. يعني بدها تصير. سالب واحد زائد واحد كم تساوي يعني واحد ناقص واحد وتساوي سفر. ازن الاكس اللي هون لازم يا تكون سفر يا بتكون عدد سالب. سالب. ننطق الاخر سؤال معانا. اذا وقع العدد اي على خط الاعداد في منتصف المسافة بين سالب سبعتاش وخمسة. ووقع العدد ب بين العدد اي. والعدد السفر فيما العدد الصحيح الذي يمثل عدد ب. الاس يتجل بي ثلاث. طيب ما احنا هون نعمل. يعني بدنا نشوف. اي بقولنا نص المسافة بين السالب سبعتاش وبين الخمسة. ووقع العدد بي بين العدد اي. وبين السفر. زي السؤال اللي اخذنا بدرسنا. شو العدد الصحيح الذي يمثل العدد بي. هلأ يعني الاي هذا كله ايش اي. ام. تمام? بين السالب سبعتاش وبين الخمسة. هلأ بي حكيانا بين الاي وبين السفر. بين الاي وبين السفر. وبين السفر. هلأ اي قلنا لعند السفر. معناها الاي بدها تكون. يعني صفر وقدام لحد يتقدي لحد يتقدي لحد يتقدي لخمسة. يعني كل السوالب كل الاعداد السالبة هاي الموت تاعة الاي ما رح تنحسب للبية. هارفتو علي؟ لانو بي حكيلك بين الاي وبين السفر. طب ما هو الاي عندو اقصى حد الخمسة. احنا نقدر نحط اربعة ثلاثة اتنين واحد. اها. بي. واي نقدر ستة سبعة ثمانية الى سالب سبعتاش. الى سالب سبعتاش ممتاز. يعني هاي احتمالات. هاد احتمال انتم ممكن كمان طلعوا اكثر من احتمال صح? يعني اكثر من ايجابة محتملة معنا. اذا بهيك نكون عن هنا كتاب التمارين للدرس الاول نراكم في الدرس الثاني. الى اللقاء لا تنسو تضغطوا السابسكرايب و لا تنسو تضغطوا اللايك والجرس عشان نساكوا كل دهاتنا بجد بال.